موسيقى موجزون من الأنباء أهلا بكم شدد رئيس المجلس سيري السير الشد العليمي على أن القضية الجنوبية تمثل أساس الحل الشامل للأزمة وأكيدا الانفتاح على كل الخيارات لتمكين الشعب من تحقيق تطلعاته وتقرير مركز السياسي بموجب المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية وجدد العليمي في كلمة الأغوب بمناسبة الدكرى الرابعة والثلاثين لتحقيق الوحدة اليمنية التزام مجلس القيادة بقيام الشراكة في السلطة والثروة والتوافق الوطني من خلال تمكين سلطات المحلية وترسيخ لا مركزية السلطة كما تهم ميليشيا الحوثي بتكريسي وقائع الانقسام في البلاد ماديا ومعنويا والعمل بشكل ممنهج على تفتيت البنية الاجتماعية في المقابل أكد المجلس الانتقالي المدعوم من التحالف السعودي الإماراتي تمسكه بمشروع الانفصال بالتزامن مع حلول الدكرى الرابعة والثلاثين لتحقيق الوحدة اليمنية وشرف بيان له إلى أنه ملتزم ومستمر في العمل لإنجاز ما اسمه مشروع فك الارتباط زعما أن الدولة القادمة ستكون على أسس المواطنة والعدالة والمساواة والشراكة الوطنية إلى ذلك أكد رئيس الانتقالي وعضو المجلس الرئاسي عدروس الزبيدي خلال حضوره عرضا مسلحا لفصائل المجلس بعضا أنه ماضر في السعادة ما اسمها الدولة الجنوبية المستقلة كاملة السيادة حد قوله في استيقظاتها أكد مجلس شباب الثورة السلمية رفضه القاطع لمحاولات تقسيم اليمن معتبرا انخراط بعض دول الإقليم في دعم ذلك بشكل فج دون مراعاة لأبسط إخلاقيات الجوار والعلاقات الندية بين الدول عدوان ينبغي مواجهته بكل السبل الممكنة وضح في بيان صادر عنه بمناسبة الدكرى الرابعة والثلاثين للوحدة اليمنية أن الوحدة جوهر الشرعية السياسية وركيزة نساسية لاستقرار اليمن ومستقبله في وجه السقطاب واطمع الخارج وإشار إلى أن تواطئ بعض الأطراف المحلية في تنفيذ مخططات التقسيم وتغيير هوية اليمن السياسية يعد أعلى مستويات الخيانة في غضون ذلك أكد البرلمان العربي دعمه لكافة المساعد الهدفة إلى إيجاد حل سياسي نهائي وشامل للأزمة اليمنية يحفظ وحدة اليمن وسيادته والسقراره وأن رئيس البرلمان العربي عادل العصوم اليمن قيادة وحكومة وشعبا وبرلمانا بمناسبة تحقيق الوحدة والذي يوافق الثاني والعشرين من مايو من كل عام وعبر عن أمله في التوفيق وسداد لليمن في استكمال المرحلة الانتقالية والعبور إلى بر الأمان والعودة والوحدة والاستقرار مشددا على أن البرلمان العربي يولي اهتماما كبيرا من قضية اليمنية باعتبارها قضية محورية قتل مدني وأصيب ثلاثة آخرون بين عمطفلان جرى انفجار لغمين زرعتهم ميليشي الحوطي في حادثتين منفصلتين بمحافظتي الحديدة وتعز مصدر المحلي قال إن لغما انفجر في سيارة المواطن علي حسين محسن في قرية البكارية شرق مدينة الدراهمي بالحديدة مع أسفر عن مقتله وأطرار واسعة بالمركبة التي كان يستقلها في السياق نقلت وكالة سبا الحكومية عن مصدر طبي أن الطفلين عبد النور تلاحد عشر عاما وجنين السبعة عوام ووالدتها أصيب بجروح خطيرة جرى انفجار لغم حوطي في منطقة الكدحة غربية تعز نهاية موجز إلى اللقاء اشتركوا في القناة